ساعات قليلة تفصلنا على الموعد الآذان عضاء هذا المطعم كلهم منهمكون في تحضير الوجبات للفقراء والمساكين بهدف تقديم وجبة كاملة وتوزيعها عبر قفف لفائدة المحتاجين يومياً نكون مع صباح الجماعة يجوا نوجد كل شيء للطبخ من الخضر للمال والأخر كل ميزم ونبدأوا يجبوننا سعاف نستقبلات السعاف ويجي الطبخ رانا نعاونه فيه ومساء نجمعه الأواني ونديره فيهم لماكلة ونديره في القفاف ونوزعه المعوزين والفقارة كل عائلة وشحالة عندها من أفرد صابي دي عائلة فيها خمسة ونديره عبرتها خمسة ونزيده لهم شوية عائلة ستة نديره عبرتها ستة ونزيده لهم شوية كل عائلة صابي دي اللي عنده ثلاثة اللي عنده ربعة وكان العائلات حتى السبعة إنها أطباق ليست ككل الأطباق الرولي، الدجاج المحمر، البيتزا، الصلاة بأنواعها ووحة الكسكسي واللبن كل هذا هي واجبة كاملة لفائدة ستين عائلة موزع عبر ترابي مدينة شلف هناك كل عام ونقوم بجمعية صنع الأمن نقوم بهذه الأطباق مثلا التمثل في الحريرة وعدنا جواز حمص رولي عندنا الجاج المحمر، عندنا الصالات متنوعة، صالات متنوعة وعدنا الخبز تاحو ملبن، عندنا صحورة تاحو مثلا نقوم به عائلة المعوزة كل يوم يجيبون سعر القفا فتاحهم هذو عمرهم من التفتل فيه ربعين قفا، خمسة وثلاثين قفا، خطر خمسة وربعين كل خطره كيف لازم الديكور ولازم كما ناكلوهنا في ديارنا ياكلوهما وياكلوا أحسن مننا، الهدف تاني أنهم ياكلوا أحسن مننا نحن نبازين بزاف على الأكالية العائلة المعوزة نحن ماذا بنا هذه العائلات ياكلو خرما لناكلوهنا في البيوت بلمسة الفنادق أو ديكور راقية يتم تحضير هذه الوجبات الشهية يوميا ليس لإفطار الصائم وفقط، بل بتوفير له أفضل الأطباق لإدخال الفرحة في نفوس المحتاجين طيلة أيام شهر رمضان